مرة أخرى يشعل قرار رفع الأسعار على البنزين شرارة الاحتجاجات في إيران مدن عدة شهدت اعتراضات لم تسلم من أعمال شغب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أحرق المحتجون مصارف ومتاجر لكن يبدو أن القرار لن يلغى برغم هذه الاعتراضات لأهميته الاقتصادية كما يقول المسؤولون في إيران يجب النظر على نحو إيجابي إلى قرار رؤساء السلطات الثلاث أنا لست مختصا في هذا الشأن ولكن إذا قرر أصحاب السلطات الثلاث ذلك فأنا أدعمهم وعلى المسؤولين تخفيف المشاكل الناتجة من هذا القرار قدر الإمكان ومنع رفع أسعار السلع سعر البنزين في إيران هو الأرخص عالميا ما أدى برأي خبراء إلى زيادة الهدر وتهريب هذه المادة إلى خارج البلاد وهذا ما دفع بالمجلس الاقتصادي الأعلى إلى اتخاذ هذا القرار على أن توزع عائداته على ثمانية عشر مليون أسرى من ذوي الدخل المحدود وبرغم أهميته الاقتصادية الإيجابية على شرائح واسعة من الإيرانيين أثار التوقيت والأسلوب انتقاض البعض هناك اعتراض على توقيت تطبيق القرار وأسلوب التطبيق ولكن كلنا الآن ملزمون بحسب القانون بدعم هذا القرار ومن الممكن أن يجري التعديل مستقبلا لمصلحة المواطن يخشى بعض المواطنين من أن ينعكس القرار ارتفاعا في أسعار السلع الأخرى وهذا ما تحاول السلطات ضبطه في هذه المرحلة البنزين بحسب القرار الأخير أصبح غالية ثمن وهناك ضغط اقتصادي كبير على المواطن لذلك على الحكومة إيجاد حلول اقتصادية بسرعة ليست المرة الأولى التي ترفع فيها السلطات الإيرانية سعر الوقود وليست المرة الأولى التي تسجل فيها اعتراضات خاصة أن المواطنة هنا اعتاد على أن يكون البنزين بأسعار رمزية وأن يكون الأرخص بين المواد والسلع منذ عشرات السنوات من حمريح طهران الميادين